قالت شركة فيسبوك في بيان لها بعد الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا إنها مستمرة في مكافحة خطاب الكراهية على منصتها وعبها وأضافت الشركة أنها تتصدى لأكثر من 200 منظمة على مستوى العالم تؤمن بتميز العرق الأبيض وأنها تعمل على إزالة ما تنشره هذه المنظمات من محتوى من خلال تكنولوجيا الرصد الآلي البث المباشر والجرائم المتصلة به سيكون ذلك موضوع نقاشنا ولكن بعد التقرير التالي بعد أن كانت منصاتها للتواصل الاجتماعي مسرحا للتوثيق إحدى أبشع الجرائم العنصرية ها هي شركة فيسبوك تؤكد أنها تعمل على التصدي لخطاب الكراهية ونشر العنصرية بعد أن واجه سيلا من التهم والانتقادات لعدم تعاملها السريع مع الفيديو الذي بث مباشرة ويظهر عمليات الاعدام بدم بارد لأكثر من خمسين مدنيا على مدى خمس عشرات دقيقة بيان فيسبوك أشار إلى أن أنظمة الرصد الآلي لم تعمل تلقائيا خلال الحادث دون توضيح أسباب هذا الخلل إلا أنها أكدت أنها تتصدى لمحتويات نحو مائتي منظمة على مستوى العالم تؤمن بتميز العرق الأبيض وتقوم بإزالة منشوراتهم الاعتذار غير المباشر الصادر عن إحدى أبرز منصات التواصل الاجتماعي يدق نقص الخطر حيال التهديد الحقيقي الذي بات يشكله العالم الافتراضي مع نجاح الكثير من المنظمات المتطرفة في نشر ثقافتها وتوثيق جرائمها من خلال هذه المنصات على الشبكة العنكبوتية والتي يرى الكثيرون أنها قد تشكل حافزا وإلهاما لتنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية على أرض الواقع على الرغم من وضع الكثير من الدول قوانين صارمة لمحاسبة من يبث خطابات كراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير أن التجارب أثبتت أن العالم الافتراضي تحول إلى أداة يستطيع أي شخص أن يروج من خلالها لتطرفه وأمراضه النفسية دون حسيب أو رقيب أهلا بكم من جديد ينضم إلينا في الستوديو الدكتور حميد الهاشمي باحث في علم الاجتماع ومعنا من الدوحة غيث القرشي مختص من معلومات مساء الخير لكما أستاذ حميد أبدأ معك إذن دوافع بث الجريمة على الهواء مباشرة يعني فيها من التفاخر ما فيها أيضا من تحدي القوانين في البلاد التي تنشر بها صحيح؟ نعم للأسف طبعا هناك عدة دوافع خلفها مثل هكذا جرائم ابتداء ممكن أن يكون المحيط يعني هناك من المحيط الاجتماعي ما هو يشجع هو يدفع إلى تلك خصوصا أن شاب في هذا العمر يعني عمر دون الثلاثين هذا يعتبر عمر صغير وقطعا أنه لم تتبلور لديه يعني مثلا رؤية على سبيل المثال أو يعني كانوا مشروع مثلا وطني كما يقال أو من هذا القبيل فضلا عن أنه العمل بحد ذاته وجريمة فإذن مثل هؤلاء أنه ممكن أن تكون هناك من الدوافع بما يتعلق بالبيئة الاجتماعية عامة أو بيئة العائلة ربما تكون أيضا لها دافع يعني عندما يكون هناك جو من الكراهية يتنشع عليه الطفل أو الشاب بهذا العمر في يتهيأ إلى أن يحصل يعني أن يحصل مثل ما حصل دافع قد يكون هناك فردي ربما تجد أحيانا عوامل اقتصادية عوامل خيبات الأمل يعني قد يكون عانى الشخص مثلا على سبيل المثال ضيق فرص العمل أو من هذا القبيل فممكن أن يدفع شيء آخر هناك عوامل ربما تكون ردود أفعال مثلا كأنه لديه تجارب شخصية يعني سلبية مع أشخاص محسوبين على المسلمين أو الإسلام ولهذا الشخص قام بفعل تهدي إلى الأنتقال هذا إذا ما سلمنا بصورة عامة أن الشخص الذي يؤمن بأفكار التطرف سواء هذه يعني تكفير الآخر أو قتل الإباحة قتل آخر على الهوية بدوافع عنصرية أو دينية أو غيرها أيديولوجية هو مرض نفسي فإذا اقتنعنا بهذا الشيء يعني العوامل الأخرى تكون أقل فإذا هناك عدة عوامل ممكن أن تكون خلف مثل هذا الفعل الإجراء نعم سيد غيس أحكي أكثر عن القوانين المتعلقة بالفيديوهات البث المباشر على الفيسبوك أو منصات تواصل اجتماعي أخرى يعني أين القوانين الخاصة بالبث المباشر خاصة أن المجرم في أحداث نيوزيلندا في الجريمتين التي ارتكبهما في المسجدين صرح بهتين الجريمتين قبل اقترافهما ونشر صور للأسلحة أيضا مساء الخير جميعا مساء الخير ديما فعليا حينما نتحدث عن القوانين هناك معلومة يجب أن نتذكرها جميعا أن القوانين تستحدث بناء على الأفعال التي تحدث معنا أو مع الزمن فموضوع وجود لايف مباشر يتضمن هذا البث من المشاهد الدموية هي أمور لم تحدث كثيرا منذ إطلاق منصة لايف على أسوار كان على فيسبوك أو على غيرها القارئ للشروط والاتفاقيات الخصوصية الموجودة في فيسبوك وغيرها يستطيع أن نجد الكثير من هذه الأمور ولكن فعليا من لديه الوقت حتى يقرأ يعني إحنا هذه الحادثة فعليا تفتح الكثير من علامات الاستفهام وتضع الكثير من اللوم على منصات التواصل الاجتماعي في كافية السماح لهذه الفيديوهات بالانتشار وهناك الكثير مما سنتحدث عنه لاحقا في ما الذي قامت به هذه المنصات لتحاول التخفيف أو التقليل من هذا النوع من الفيديوهات نعم سأعود إليك غيس أستاذ حميد البعض يعتقد أن هذا النوع من الجرائم كان يرتكب دائما لكن الفرق أنه اليوم صار في وسائل يعني أكثر انفتاحا لمعرفة هذه الجرائم لانتشارها للسماع بها إن كان عبر الإعلام إن كان عبر الصحفي المواطن إن كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي هل توافق على هذا الشيء؟ نعم بالفعل الآن تجد مثل هذه الأجواء تشعر الشخص وكأنه في داخل مثلا مجموعة نحن عدنا بما نسميه بعلم الاجتماعي سلوك الجمعي أو سلوك الحشد حتى فالشخص في داخل الحشد أو المجموعة يشعر بالقوة يشعر بالتفاخر بالاندفاع بالتهور يتصرف أكثر مما لو كان سلوك فردي باعتقادي أنه كون استخدم المنصة وعمل لايف حس بالقوة أكثر بالدافع أكثر بالفخر أكثر بسلطة بالضبط حس أنه هناك خلفه من النفوذ من القوة من التأثير من الدعم هكذا بإضافة إلى أنه العامل السايكولوجي الآخر أنه عندما يظهر أمام الإعلام تصور نفسه أنه سيخلد التاريخ يعني على اعتبار أنه هو يمثل ربما قطاع كبير مثلا طبعا المجرم سيد حميد عبداء المجرم يعني يرتكب جريمته يروح يتخبى بلائمية وسيلة للتخفي يعني للحظة الأخيرة هون المجرم يعني يطلع على الهواء مباشرة يعترف بجريمته ويرتكبه وبالتالي يسلم نفسه للشرطة ما هذا النوع من المرض النفسي نعم هذا اللي تكلمنا عنه شخصنا أنه شعوره بالقوة اعتقاده أنه سوف يتم تخليده من قبل الآخرين حب الظهور بالتأكيد يعني هذا يعني ربما يسقط بدرجة كبيرة يعني شخصيته والمرحلة اللي يعيشها وأيضا الأجواء اللي خلقتها وسائل التواصل الاجتماعي عملية البث لايف هذا كسب الفولوورز مثلا فولوورز مثلا هذه الأمور يعني الستايل الحياة الجديدة اللي نعيشها الآن هو الذي صنع مثل هذا المجرم بهذه الطريقة يعني هو دافعه مؤكد هذا يظهر يجزمنا أنه دافعه حب الظهور حب الخلود حب البروز يعني كما ذكرنا حتى يعني بمثل ما لو كان ضمن مجموعة لكن الآن الأمر اختلأ فيرشوال نعم وهذا ما شخصت رئيسة الوزراء وقالت أنه نحن نخفي هويتك فهي كان رد فعل ذكي بالتأكيد أنه أنت تريد أن تتخلت تريد أن اسمك يذكر يعني صرنا أمام شريحة جديدة النجوم المجرمين يعني المجرم النجم غيس أعود لك كنت تحدثت إذن قبل قليل عن كيفية مراقبة الفيديوهات أو البث المباشر الذي تتيحه طبعا الفيسبوك مع كل الانتقادات التي توجه إلى الفيسبوك هل تقنيا يمكن فعلا مراقبة ملياري حساب موجود على الفيسبوك كيف يمكن تقنيا مراقبة محتوى الفيديو إذا سمحتي لديما أنا أريد أن أثني على كلام الأخ حميد فيما يتعلق بدافع هذا المجرم الإرهابي هناك أيضا معلومة يجب أن ننتبه لها جميعا أنه اللايف فيديو ما كان بس عبارة عن اللايف فيديو نحن بحكي عن واحد يستخدم اللايف فيديو بشكل فيديو وعندنا واحد عمره 28 سنة هذا الشاب هو شاب مؤدلج ممتلئ بأيديولوجيات الكراهية التي رأيناها جميعا فيما قام بكتابته من إسماء المعارك الى آخرية على سلاح جريمة هذا يعني أنه الشاب هذا ذكي أو أنه قد خطط لما يريد أن يفعل هو يعتبرها رسالة يريد أن يكمل رسالة هذه الرسالة باختصار أنه يعرف أن جميع التين ايجنس من عمر 7 سنوات إلى عمر 15 سنوات تقريبا هم مدمني ألعاب الجيمز وهو قام بكل بساطة بتشبيه أو تمثيل لعبة مشابهة جدا لجميع الألعاب التي ألعبها أطفالنا التي هي ألعاب بدون تسمية هذه اللعبة قام بتمثيلها تماما على لايفو وكأنه يريد أن يقول هل ترون أن ما تقومون بقتله في العالم الافتراضي كلعب نفسه تستطيعون القيام به في الحقيقة فهو فعليا هذا الرجل يؤسس لجيل من المجرمين الممتلئين بنفس الأفكار التي يحملها هذه نقطة جدا مهمة لا يجب أن نخفر عنها النقطة الثانية موضوع مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي أنا باعتقادي مراقبة مليارين مستخدم لو قام كل منهم برفع فيديو ليس أمرا سهلا هنا لا أحد يستطيع الجزم ولكن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وما تقوم به منصات التواصل الاجتماعي فعليا أنا أقول بأنهم يستطيعون تحديد الشيء في بدايته ولكن هذا سوف يؤثر أيضا على أمور كثيرة أخرى سوف يؤثر على عملية الشير على عملية انتشار هذه الفيديوهات وبالتالي اجتهار هذه المنصة الاجتماعية قامت فيسبوك مباشرة بعد هذه الضربة وأنا سميتها في لقاء سابق الشعر التي قسمت ظهر البعير قامت ببعض الإجراءات الاحترازية مثلا الآن تستطيعين الدخول إلى أي من البرامج التي نشاهد مثلا اي جي بلس أو اي واحد من البرامج أو برامج في أي قناة إذا كانت تحتوي على أي مظهر عنف مثلا حيث تطلع لك رسالة أن هذا المشهد أو هذا فيديو يحتوي على مشاهد عنف وقد قمنا بتغطيتها حتى نتأكد من أنك تريد مشاهدها أو لا هذا مثلا شيء جديد قامت في الفيسبوك وتقوم به وسائل التواصل الأخرى رد على سؤالك وعودا له باعتقاد الموضوع جائز ولكن هناك نوايا معينة عند وسائل التواصل الاجتماعي متعلقة بالأرباح والبيزنس وهم فقط يستطيعون الإجابة على هذا السؤال نعم غيث القرشي مختصة من معلومات شكرا جزيلا لك كنت معنا إذن من الدوحة أرجو أن تبقى معنا سيد حميد نذهب الآن إلى الزميلة رانيا دريدي ومعلومات عن أبرز الجرائم والحوادث التي بثت على مواقع التواصل الاجتماعي لكل شيء في هذا العالم من منجزات الحضارة المعاصرة فوائد وأضرار والأضرار هنا قد تكون مباشرة أو غير مباشرة صفحات التواصل الاجتماعي تندرج في هذا الإطار فهي بالإضافة إلى ما توفره من صرعة التواصل وتبدل الخبرات وغيرها إلا أن لها أضرار عديدة تبدأ من التأثير سلبا على الأطفال ودفعهم إلى الانزواء وصولا إلى استغلال هذه المواقع من قبل الجماعات الإرهابية والعصابات المنظمة وحتى الأفراد المهوسين بالعنف والتطرف الفيسبوك يتصدر المواقع الأكثر استغلالا فمنذ إطلاق فيسبوك خاصية البث المباشر في أبريل 2016 وبدأ استخدام هذه الخدمة من قبل الملايين دخل الإرهاب والجريمة أيضا على الخط لاستغلال هذه الخدمة وهنا أعود للتذكير بالجريمة الأخيرة في نيوزيلندا حيث تمكن إرهابي كريست شيرش من بث جريمته مباشرة على فيسبوك لسبع عشرة دقيقة كاملة ليتابعها العالم وهو يجهز على ضحاياه الواحدة تلو الآخر في انتهاك فضيع وبشع للقيم الإنسانية ووجد فيسبوك نفسه متهما في نظر البعض وضحية في نظر آخرين حيث بدأ وكأنه وفر قناة ترويجية للإرهابية وجريمته إدارة شركة فيسبوك حاولت تبرير تأخرها وفشلها في إيقاف البث المباشر بالقول إن أنظمة فيسبوك الألية لم تتمكن من رصد فيديو مهاجم نيوزيلندا مضيفة أن هذا النظام لم يعمل تلقائيا عند نشر البث المباشر ومع هذا لم يعتذر فيسبوك رغم المطالبات العديدة في هذا الشأن هذه الجريمة لم تكن الأولى التي يستغل فيها القاتل صفحات فيسبوك في الترويج لفعلته وهنا نستذكر إحدى الجرائم التي تعود لعام 2017 عندما أقدم رجل أمريكي في الثلاثين من عمره على بث جريمته المروعة مباشرة وكان الضحية رجلا مسنا يبلغ من العمر ثمانية وسبعين عاما الجريمة خلفت صدمة وازعة بين سكان ولاية أوهايو الأمريكية ولم يتورع القاتل عن بث فيديو آخر يؤكد فيه أنه قتل ثلاثة عشر شخصا وهو في طريقه إلى قتل آخرين جريمة أخرى استخدمت فيها أيضا تقنية والبث المباشر في عام 2017 اعتقلت الشرطة الأمريكية على أثرها صبيا في مدينة شيكاغو لتورطه مع مجموعة أخرى في جريمة اعتدال جنسي على فتاة تبلغ من العمر خمس عشرة سنة وبثت وقائع الجريمة بشكل مباشر من خلال فيسبوك والحقيقة أن عمليات إرهابية عديدة تمكن مرتكبوها من إيصال مشاهد وصور لجرائمهم إلى شبكة الانترنت وصفحات التواصل وفيسبوك بالخصوص وإن لم يكن مباشرة في محاولة للترويج لتلك الأعمال أو الترهيب ويتصدر تنظيم الدولة القائمة في الترويج لجرائمه وأكتفي هنا بالتذكير بإحدى تلك الجرائم التي ارتكبت في مراكش بالمغرب في ديسمبر الماضي في حقي السائحتين أجنبيتين تم اختصابهما وقتلهما بشكل وحشي وتم تداول فيديو على صفحات التواصل يوثق الجريمة وينضم إلينا عبر السكايب أمين سيالي مدون تكنولوجيا مساء الخير يا أمين أمين كنا تحدثنا قبل قليل عن الفيسبوك وعن تقنية البث المباشر والجرائم التي تنشر اليوم على هذه الصفحات للأسف هل توافق على أن إدارة الفيسبوك ربما باستطاعتها أن توقف بعض هذه الفيديوهات لكن ثمت ربما بعض الخسائر الاقتصادية التي ربما تتسبب إيقاف هذه الفيديوهات الشركة مثل شركة الفيسبوك بإمكانها أن توقف شيء مثل هذا لذرعيناه ولكن هناك صعوبة تكنولوجية هناك تحدي تكنولوجيا مثل ما قال الضيف الكريم الذي عندك مليارين مستعملين يستخدموا في الفيسبوك والفيسبوك تملك الإنسجرام كذلك هل بإمكانهم أن يروا كل ما ينشر كل فيديو من الفيديو الترفيهية إلى الإجرامية إلى المضحكة إلى الأفلام إلى المسلسلات ويدققوا ما هو شيء إرهابي ودموي وما هو شيء عادي بإمكان الناس يستهلكوا أنا في رأيي على حسب درست الموضوع الفيسبوك عملت كل ما بإمكانها كل ما بوسعها أن توقف نشر مثل هذا الفيديو وتقدروا تشوفوا في النيوز روم في الفيسبوك شركة فيسبوك عملت تصريح واضح جدا على الخطوات التي اتخذتها من أول نقطة معرفتها لهذا الفيديو شرطة نيوزيلندا هي أن تصد بالفيسبوك وإنهم بأن هناك فيديو لازم ينشر لماذا برأيك فيسبوك لا توقف نهائيا هذه الخدمة أو التقنية هذا الشيء لا يعقل نهائيا مثل نفس الشيء قيل على الراديو وتلفزيون عندما أول ما طلعت التكنولوجيا الناس قالوا بأن التلفزيون سيفسد الناس وينشر فيه كل ما هو سيء ولكن ليس إمكانا أن نقول ذلك أو مثلا يقوله أعتقد شخص شهير يقوله بأن السكين بإمكانك أن تقتل بها شخص أو تقص بها طفاحة البث المباشر بإمكانك أن تستخدمه إلى استعمالات مفيدة للناس ولكن سيحدث حتما شيء سيء مثل ما رأيناه في نيوزيلندا ليس من المستحيل أن نقافح ذلك نعم سيد حميد تريد أن تعلق على أمر ما بالتأكيد ألزم أن معلوماتي ليست بالقدر الذي يتفضل به الأستاذ غيث والمتداخل الأخير ولكن باعتقادي أن إدارة فيسبوك ليس بإمكانها مراقبة مثل هذه المواضع لأنه لا زالت تعتمد بصمة الكتابة يعني التاكس لنقول تعتمد على الكتابة فمثلا إذا مبدئيا حضرت كل أينما وردت مثلا كلمة سكس على سبيل المثال جنس أو ري أو مثلا اغتصاب أو كذا إذا حضرت فهنا تحضر ما مكتوب لحد لأن تقنيات لا تتمكن من حضر المادة الصوتية مثلا أو على سبيل المثال إطلاق العيارات الصوتية هذه التقنية ما وصلة لها باعتقادي أن التكنولوجيا أتمنى أن يصحح لأحد إذا كنت مخطئ أما لماذا لا تحضر فالمسألة تجارية وكما تفضل الأستاذ المتداخل الأخير أنه مثل سكين المطبخ هذه تكنولوجيا بإمكانك أن تستفيد من عندها وبإمكانك أن تضر أمين برجع لك البعض كمان بيشوف أن هذه الفيديوهات ربما من شأنها تسريع الوصول إلى المجرم والقاتل خاصة أنه ما عدت في سبيل لإنكار جريمته ولا للتراجع عنها ولا لإخفاء أي تفاصيل صح وهذا هو الهدف الذي يريد أن يطمح له لكن نرجع نفس النقطة هذا الشخص كان يعمل الجريمة هذه لو كان الفيسبوك موجود أو ليس موجود لكن هو استعمل الوسيلة هذه الموجودة في يومنا هذا هذا شيء غريب جدا لأننا نفسنا في سنة 2019 الأدوات هذه ما كانت موجودة قبل حتى عشر أو عشرين أو ثلاثين عام ففي كتب التاريخ قد ما ستقري على قصص جرائم سابقة ما كانش فيه تكنولوجيا ما كانش فيه تصوير ما كانش فيه كاميرات فأنا أعتقد للأسف سنرى الكثير من البث المباشر لجرائم ربما حتى أشنع في المستقبل الله يبشرك بالخير أمين ما فيه أي وسيلة اليوم ولو مع صعوبة الموضوع بعرف فيه أي وسيلة لحماية القصر الأطفال من الدخول إلى الفيسبوك من مشاهدة هذه الفيديوهات مع العلم أن الأمر بات أصعب من قبل صح عندك ديف أنت ألقى لموضوع المصاعب التقنية وفيه اختلاف بينما كنت فيسبوك تعرف أن فيه كلمة معينة مفرد معينة استعملت في الفيسبوك وتنزلت وفرق بينما تشوف فيديو بأن الفيسبوك تستطيع تشوف الفيديو صورة بصورة صعب جدا تقنية هذه هي الصعوبة لكن هما حاليا يستعملون في الدكال الاصطناعي الدكال الاصطناعي ليعرف بأن الفيديو هذا ربما يكون فيه أشياء سيئة ومضرة خطيرة ليس فقط على الصغار السل ولكن أيضا على الكبار صحيح صحيح لأن الفيديو هذا أي شخص تفرج عليه أنا لم أتفرج ولو حتى خمسة ثواني لأنه مضر لصحتك النفسية فهذا هم يعملونه بكل ما بإمكانهم أن ينزل الفيديو هذا وعموما آخر نقطة واللي هي بعد ما الفيديو نزلوا هذا أول فيديو تم نزعه من الفيسبوك نزعوا بعده 1.2 مليون فيديو شبيه بالفيديو يعني كوبيز عملوهم يعني الفيسبوك ما تقولش تقدر تعمل أكتر من هيك وكانت صريحة وواضحة لي أبعد درجة نعم وآخر حاجة الفيسبوك أول ما بدت كانت في غاراج كانت في غاراج يعني كان مارك زاكر بيرغ مؤسس شركة فيسبوك وعمرها في العشينات ما كانش يتصور بأنه بعد 10 أو 12 العام الشركة ستكون عندها مسؤوليات رهيبة كما عندها اليوم لكن بحسب وجهة نظري هم يعملوا أكتر سيء وأحسن شيء يقدروا يعملون نعم شكرا نعم سيد حميد الخيط اليوم الذي يفصل الخيال والفانتازيا عن الواقع يعني بات أكثر هشاشة مع انتشار وسائل تواصل اجتماعي مع ألعاب الفيديو جيمز مثل البي اس فور أو غيرها وما رح نذكر ألعاب كيعة الأهالي كلهم يعني فبرأيك هل من سبيل اليوم للإحاطة بهذا الخيط من جديد ولا خلاص لا بد أن يكون هناك سبيل أعتقد أن الشركات التي تصنع تعتمد على ردود أفعالنا يعني ربما هم يصنعون المرض يخلقون المرض وأيضا بإمكانهم أن يصنعوا الدواء لذلك فلا بد أن تكون هناك بالإضافة إلى أنه لا بد أن تكون هناك قوانين يعني مثلا منظمات دولية معنية ممكن أن تبلور قوانين وتقدمها على سبيل المثال أمم المتحدة وغيرها لا بد أن تحد الأمر يعتمد على ردود أفعال أفعال آباء مثلا جهات معنية أوساط مثقفة مراكز بحثية مثلا تظهر لأنه شركات همها الربح وبالإمكان أيضا أن تستفيد بطريقة أخرى مثل ما تخلق الفيروسات على سبيل المثال تصنع الفيروسات في الفايروول وغيرها وانتي فيروس مثلا بروغرام بالإمكان أن تعمل مثل هذه البرامج وأن تحجب لكن المشكلة ظل هي قيدنا إحنا كأسر كأباء أولياء أمور لا بد أن يضعوا رقابة مشددة هناك الآن في داخل الأسر بإمكانك أن تضع برامج تحجب يوم الأولاد أشطر من الأهل بفكة الحجب هذه مشكلة إذا كان الأولاد أشطر ولكن على الأقل أن تضع برامج على سبيل المثال تحجب برامج الجنس مثلا أو برامج العنف وهكذا بالإضافة إلى الرقابة فإذن هي برامج بإمكان استعانة بخبراء سيد حميد وإذا لم يكن أولاد يمر على وعي أو إدراك تعم بذلك سيد حميد الهاشمي الباحث في علم الاجتماع شكرا جزيلا لك أنا سعيد كنت معنا إبناء من الستوديو وأمين سيالي مدون تكنولوجيا كنت معنا عبر سكايب شكرا جزيلا لك فاصل ومن بعده إلى تونس في شباك الفنون لنطلع على أهم فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى فن العرأس وفي شباك الثقافة سيكون لنا حديث عن التراث المغربي ومنصة ماروكوبيديا أول منصة لرقمنة التراث المغربي بكل تنوعاته وفي شباك فلسطين نلتقي المصور الفلسطيني محمد جاد الله الفائز بجائزة صورة العام الدولية في قسم الأخبار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر